السلام عليكم حياكم الله معكم لالد اليوم ان شاء الله اقدم لكم طبق الكنعد او مكبوس الكنعد وهو الطبق الثاني من سلسلة المأكولات البحرية تابعوا معايا الفيديو الى النهاية عشان تستفيدوا من النصائح اللي اقدمها لكم في طبخ الرز وطبخ الكنعد وطريقة تزيين الطبق وبسم الله ونبدأ باول خطوة تتبيل السمك يفضل تدبله السمك قبلها بساعتين ثلاث ساعات اذا كان عندكم وقت انا ما كانش عندي وقت فتبلته في نفس اللحظة وبطبخته ونبدأ بالتتبيل رشة فلفل مجروش وملعقة كبيرة بابريكا وملعقة كبيرة كمو وملعقة صغيرة كركم عشان ما يطلع معانا اصفر زيادة وملعقة صغيرة فلفل اسود وملعقة صغيرة كزبرة ناشفة ورشة ملح التتبيلات تقدروا تلعبوا فيها على ذوقكم ما بتفركش بس اهم شي ان السمك يتبل بالبهارات فقط اضيف قليل زيت عشان يسهل علي توزيع البهارات حاولوا توزع البهارات بحيث تمسك على الكنعد تسووا لها مساج خفيف عشان يمسك البهارات في الكنعد وتتوزع صح والان نجي لوقت القليل كوب من الزيت طبعا الزيت شوية كثير بس احنا عنقففة في الاخير بس هذا عشان نقلي فيها الكنعد يكون ساخن يكون درجة السخونة عالية عشان ياخذ الكنعد تحميره سريعة ما يتفتحش عليكم او يتفكفك يكون محافظ على شكله طبعا قطع الكنعد هي كبيرة فعنقليها على واحدة واحدة انا احب اقلي السمك بنفس ضعصة او القدر الذي يشطبخ فيها الاكلة عشان تكون الاكلة نفسها منكهة بالسمك تكون الرز واي خضار اضيفها بتكون منكهة بالسمك لما تقلو السمك انتبهوا تحركوا القطعة اكثر من مرة بس تحريك خفيف عشان تتأكدوا بس من التحميره لانه اذا قلبناها اكثر من مرة حيفتكل كنعد ويكون القطع فنحاول نحافظ على شكله وهذا القطعة الثانية قليتها بنفس الطريقة والان شكل بها على الجهة الثانية وبالنسبة اذا كان مستوي او لا ما تقلقوش عن ضيفة في الاخير مع الرز عشان يخلص استواءه ببخار الرز وبعد ما انتهيت من قلي السمك اتركها على جنب وابدأ اقلي البطاط بنفس الزيت عشان يكسب نكهة السمك قطعت البطاط على شكل دائري عشان بعدين ازين بها الطبق نحمر البطاط وننضجها تماما على الزيت وممكن نقلي كمان الباذنجان او الكوسة او اي خضار تحبوا تضيفوها على الطبق ما شاء الله شكل البطاط يخور بس يأكله واحد بدون شيء بعد ما قليت البطاط واخذ واكتسب نكهة السمك اجهز حشوة الرز او كشنة الرز بعن هذا الطبخة او الوصفة اتعجب الكثير لانها بنفس القدر خففت عليكم غسيل صحون كثيرة والان نبدأ بالكشنة او حشوة الرز اضيف على الزيت حبة بصل كبيرة مقطعة الى مكعبات او مربعات كبيرة لحظة لحظة نرجع شوي للوراء ونخفف كمية الزيت قبل اضافة البصل لانه بصراحة كثير نحاول في اكلنا بقدر الامكان نخفف من كمية الزيت او نستخدم الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون او زيت جوز الهند عشان يكون خفيف على المعدة ويكون اكلنا صحي اكثر طبعا عتقولولي كيف صحي في زيت وكمية الزيت وكلها قلي بس بقدر الامكان نحاول نخفف من الزيت يعني بعض الطبخات اشوفها كمية الزيت بتكون مبالغ فيها بس احنا نحاول بقدر الامكان نخفف من الزيت وفي بعض الاطباق بيكون الزيت ضروري للطبخة فنحاول نستبدل بالزيوت المكررة بزيت زيتون او زيت صحي او بالزبدة عشان يدي لنا طبق صحي وخفيف على المعدة انا قطعة البصل قطعة كبار بحيث تبان في الحشوة ممكن تفرموها عادي بس انا احب اضيفها بشكل اكبر عشان تبين معايا في الحشوة اقلب البصل واول ما حسب بدأ يذوب ابدأ اضيف البهارات ربع ملعق الصغيرة كوركم وربع ملعق الصغيرة بابريكا ورشة فلفل اسود وربع ملعق الصغيرة كزبر الناشفة نفس البهارات اللي اضفناها على الكنعد اقلب البصل لما يبدأ يذوب انا في هذا المرحلة انا مشيش البصل يتحمر خالص بس يذوب او يذبل وبعدين اضيف الفلفل الرومي او البيبار انا اضفت ثلاث الوان الاخضر والبرتغالي والاصفر عشان يكون فيه الوان على الرز ونفس الفكرة نقلب البيبار والبصل لما يذوب فقط عشان ساعده انه يذبل او يذوب نضيفه للملح اضيف للخضار شبت وكزبرة مفرومة نعمة هذه هي النكهة الرئيسية للرز بتدي نكهة وبتعزز نكهة الرز بتدي كمان لون جميل للرز وهذه كشنة الرز نقدر نفعلها في اي طبخة سمك ممكن فيه طبخة سمك مشوي او مقلي حتناسب والطعم ان شاء الله يأجبكم والان اخذ جزء من الكشنة اللي انا فعلتها واختركها على جنب عشان ازين بها الرز في الاخير اضيف البهارات الحب او البهارات الصحيحة واحد اللومي طبعا اللومي يفضل تفتحوه عشان تطلع نكهته اكثر وقرفة وزر وهي كمان احب اضيف حبوب الفلفل الاسود اقلب البهارات او احمسها شوية مع الكشنة عشان تطلع نكهتها اكثر وبعدين اضيف الرز طبعا كمية الرز حسب حاجتكم نقلب الرز مع الكشنة بشكل خفيف عشان اذا كثرنا في التقليب حيتكسر الرز ومهم جدا انه لما نغمر الرز لازم نغمره بماء ساخن لانه اذا غمرناه بماء بارد حياخذ وقت عشان يسخن الماء ويفور فلازم يكون ماء فاير عشان الرز ما يتعجنش عليكم فلازم يكون الماء ساخن بنفس درجة حرارة الطاصة يعني يكون كله حامي بسرعة يفور وبسرعة ينضج والماء عادة نضيفه لا فوق الرز فقط لانه منقع نقلب الرز بهدو ونترك القدر مفتوح عشان يتبخر الماء الزايد وما يكتتمش وتنضج الحبة اكثر لازم نتخلص من كمية الماء اللي اضفناها الرز عشان يكون نثري وحبوبه متماسكة وطويلة لازم نغسله وننقعه من 5 دقائق الى 10 دقائق بالكثير عشان الرز لما يتنقع بين الماء يتماسك ويقوى وتكون حبته ماسكة على حالها فلما يجي ينضج ما يتكسرش وكمان في النضوج ما ياخذش وقت طويل فلازم الرز ان احنا ننقعه قبل الطبخ اذا كنتوا مستعجلين تقدروا تنقعه 5 دقائق بماء حامي طبعا هذة معلومات الكثير مننا يعرفها بس في البعض بيسألني ليش الرز بيتعجن ليش بيتكسر ليش ما بيكونش مستوي كل في نفس الوقت هذا كله سببه ان احنا ما بنقعش الرز قبل الطبخ مهم جدا ان احنا ننقع الرز وطبعا يختلف انواع الرز بس لازم نعرف ما نوع الرز اللي عن طبخه وكم يحتاج له وقت يعني من رز لرز بيختلف في بعض الانواع بتاخذ وقت عشان تنضج وفي بعض الانواع بسرعة بتنضج فلازم نحدد كمية الماء والوقت المحتاج لنضوج الرز واول ما تبدأ حبات الرز تبين ويقل الماء نخفف درجة الحرارة الى اقل شي عشان ياخذ راحتها الرز في الاستواء ويطلع معاكم حبوبه متناثرة وحباته كلها مستوية طبعا طبخة الرز هكذا نطبخها في اي طبخة حتى لو كان الرز سادة او صافي بدون شي لازم خطوات الرز هكذا نتبعها عشان يطلع معاكم الرز نثري وحباته متفرقة وكله ناضج ومستوي بنفس الدرجة والان خف الماء وخفف درجة الحرارة الان شظيف السمك اللي قليناه عشان يكمل استواءه وكمان ينكه الرز تطلع نكهة الرز سمك في هذا المرحلة تقدروا تفعلوا التبخيرة او تدخينة الرز تحطوا بصلة وفحم وقليل من الزيت وتكتموا عليه عشان يدي لكم نكهة التدخينة او الشواء بتطلع نكهة لذيذة كمان بس انا ما عملتهاش خليت النكهة الرئيسية هي نكهة السمك نغطي القدر تماما بالقسطير ونكتم عليه تماما بحيث ما يتسربش البخار وينضج بالبخار منه فيه يعني يطلع البخار وينزل ينضج الرز هذا هو المكسود اوضي عليه بدرجة حرارة واطية جدا نص ساعة وحيكون جاهز وهذا الرز جهز معايا خليت تقريبا 30 دقيقة بالضبط على نار واطية لمعة ما شاء الله الرز استوى واخذ نكهة السمك وحبات الرز نثرية وكل حبة مستوية بطريقة رهيبة والان نجي لاحلى لقطة وهي التقديم تحاولوا تطلع السمك بهدوء عشان ما يتقطاش او يتفكك معانا ويخرب شكله شوفوا كيف الرز نثري وكيف طريقة استوائه ما شاء الله تجنن حبوبه متفرقة وكل حبة عايشة حياتها ما شاء الله الان اسكب على الطاصة شوفوا كيف احباته متناثرة ومستوية تماما جربوا طريقتي وخطواتي لعمل الرز وان شاء الله يضبط معاكم الرز ويطلع نثري وكل حباته مستوية نحط السمك على الرز ونبدأ تزين الطبق طبعا تزين الطبق هذا حسب رغبتكم وذوقكم ممكن بس هكذا شكله مشاهي بس انا حب ازين الطبق وادلعه فانا اخذت من الحشوة التي في البداية فعلتها معاكم واشا ازين بها الطبق وازينك كمان بالبطاطا اللي حمرتها عشان يكون الطبق كله الوان ونكهات وشكلوا الطبق على ذوقكم وراحتكم ولكم حرية التشكيل وطبعا لا بد من المكسرات عشان يكتمل الطبق جمال ولذاذة وعشان نكسر هذا الالوان لازم من رشة كزبرة مفرومة تدي لمسة جمالية في الاخير ولا ننساش قطع الليمون وهي كمان مهمة جدا في التزين وهذا اللمسة الاخيرة وطبعا يقدم مع اي سلطة ويفضل تكون سلطة خالية من الجزر والخيار تكون خاصة بالسمك وقلوا لي الطبق جبار ولا انا كنت بين بالغ صراحة الطبق فعلا لذيذ وطريقة طبخه سريعة جدا والنتيجة رائعة والطعم حكاية والف صحة وهنا لنا ولكم وان شاء الله تنال اعجابكم وصفتي للكنعد والطبقوها وتشاركوني تعليقاتكم على الكومنت ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على جرس التنبيه ونشر رابط القناة مع اصدقاءكم واقرباءكم